طيب شيخنا لو نصيحة للشباب المصري بشكل خاص ولكل بشرائح بأطراف المجتمع النصيحة أولا على الشباب إن حياتكم أعز ما تملكون وعز ما تملكه الأمة وتحتاجه الأمة فضنوا بدمائكم وضنوا بأرواحكم إلا في معارك أمام ظالم واضح وباطل يعني حق أبلج وباطل لجلج بلا جدان الأمة تحتاج إليكم تحتاج إلى قدراتكم لا تنتحر لا تقتل نفسك إنما يعني المفروض أني الظالم هو اللي ينحر بالحق بالثورة عليه بالخروج ضده إنما ما فرحوش بإني الشباب اللي زي الوردة دايب أبقى بينتحر وأنا أعد يعني أكتفت الأمر رسالة الأخرى إلى كل الشعلة الإسلامية يعني ليس من الصواب ومن الحق ومن العقل إن النهاردة شبابنا بيموت وينتحر بينما العايش متمتع بالدنيا وزخرفها وزينتها هؤلاء الحكام الظلمة الأولى أن نحافظ على شبابنا وأن نقف بجوارهم لينالوا حقوقهم جزاكم الله خير ونفع الله بكم مع مقفلة الشيخ عصام